مرحبا اليوم اريد ان ازل حلقة جديدة اغلب الامريكان يستخدمون idioms بالحشي معلتهم اللي هي عبارة عن جمل تكون مختصرة لكلام طويل فبدا اني مرحستعمل كلام طويل سستعمل مجموع من الكلمات الزغيرة اللي تكون معبر عن كلام طويل اللي يصحونها idioms اغلب الامريكان يستخدمونها بالكلام فهي عبارة عن 200 اغلب الامريكان من اعرفها هي كلمية كبيرة فانا احبت اختصر لكم اليوم فانا اختصر لكم اليوم فانا اجموعة الامريكان تكون سهل عليكم اذا حبت تتسافروا في اليوم تستعملوها او اذا عادكم اشخاص اي جانب تحبون تتواصلوا معهم فلتس تارت with the first idiom that we have as easy as a b c شو يعني as easy as a b c يعني انو انا فايح امتحن او بايح اصوفت افلان شغلة انو انا متخيلة بيها صعوبة او متخيل فتشي بيها انو كل الصعب ما رحك ترسويها فلن يجي واحد يسألني geliyor اشخاص اما بتتظاريكم او اえ، افلان شغلة انو ا اجهزة او ممتخ curso لانرة بسهولة الحفنة الجديه كذا The second idiom that I have, under the weather. Under the weather, أنا أستطعبين على فصل شتاء يعني كثرة الأمراض بي. فبدل ما أستخدم الجملة أنه I'm real sick, I am sick. If someone asked me how did you feel, so I will say I am under the weather, mean I am sick. The third idiom that I have right now is cool as cucumber. أنا اليوم عندي فتحضية معين. صعد على الستيج. الشعر بتوتر أو خوف من فتشي معين. فييجي صاحبي يريدي طب مني يقول لي فلد ماسك روحك كون هادئ. فاشفح يقول لي؟ حيقول لي be cool as cucumber. So, أنا الآن علي أهدي نفسي أخذ واحد بالحجي. The fourth idiom that I have right now is give it a shot. Give it a shot or give it a try. اللي أروح جرفت شيء مثلين اشترى تريفون. So, I bought a new phone. So, I have to give it a shot. لازم أجركم استعمله. شوفوا إن جاني نعصبني أو لا. The fifth idiom that I have right now is in hot water. It means إنو آني واقع مشاكل أو واقع في تبطبط. If someone, hey, asking me, hey, what are you doing? What's going on? Oh, I'm feeling bad. I'm in hot water. It means إنو آني واقع مشاكل أو حال من التوتى. The sixth idiom that I have is crack a book. قلنا نعرف إنو إحنا مقبلين على عام دراسي. فإنو بعشة واجبات. فالطالب من يرجع. كون ديترمن آزم على يسوي واجباته. وكل جدية. فهي is going to crack a book. وحيروح يقران جد. The seventh idioms that I have is call it a day. It means إنو آني فلنشة تفت شيء عمل معين. فرح كل معين إنو آني نجزد عمل. خلصنا بإلي الإيديام الآن. نجزد عمل في الإيديام شاع الاستغنام. Beating around the bush. إنو آني قال عليومي فلان. طال هوي فلان شخص قاعد نحشة الموموذي. فأني أريد أتجنب عمل. أريد أخلي إنو يحجب هاي المواضيع. أنا مود. ليه يحرجني. فمن أشوف شخص إنو دامن. ها شوانك صوت. ما شنو. أقول لك صوت على سالفة السلفة. فأني مود يحجب موضع السلفة. فهي إستراءة. فهي إستراءة. أريد أن أتجنب عمل في أحد المواضيع. كأنه يبحوش بتفاصل إلياني أصلا. وما أريد يحجيها. فهي إستراء. فهي إستمر الأمر. لقد أعلانك تكتب منمن المتعرفة في جهاز الأشياء. ويقولون أنه ينصب سوب مني في سالسلفة. لأريد أن تبدو بالإمكان الأشياء. لن تترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا